في ويندوز 10 برامج كتير واضافات مش بنستخدمها وبتسبب بطء او عائق لينا في استخدام الويندوز ولكنها بتيجي بشكل مسبت مسبق مع الويندوز فهتبع معنا فيديو النهاردة عشان تعرف ازاي تقدر تشهيل البرامج دي وتقدر تسرع الويندوز في ثلاث خطوات فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من خبرات اولاين وحلقة النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي ما بعض تقدر تسرع الويندوز في ثلاث خطوات فقط طبعا احنا قلينا قبل كده حلقة مخصوصة عن برضو عن تسريع وتحسين اداء ويندوز 10 وان شاء الله اصاب لكم الرابط بتاع الحلقة دي اسفل فيديو برضو تقدر ترجع لها برضو المزيد من تحسين وتسريع اداء ويندوز 10 ونرجع لموضوع حلقتنا النهاردة وهو ازاي هنقدر نسرع الويندوز حلقتنا في ثلاث خطوات فقط واول خطوة هنا هي عن ازالة البلوت وير او البرامج اللي بتيجي مسبتة مسبقا داخل الويندوز في ويندوز 10 بقى فيه برامج كتير بقى جاية مع الويندوز برامج مش بنستخدمها او معظمنا مش بيستخدمها زي لو رحنا على اصدرائي ستارت كده هنلاقي حاجة هنا مثلا زي الالعاب اللي بتجاية مع الويندوز دي برضو مش بنستخدمها حاجة زي او مثلا حاجة زي الكندك راش فيه كارتونة المساعد الصوتي الخاص بويندوز 10 برضو مش بنستخدمه وحاجات كتيرة داخل الويندوز مش بنستخدمها طيب هنقدر نتخلص ازاي من كل الحاجات اللي احنا مش بنستخدمها داخل الويندوز دي او الاكواد تقدر تروح للموقع ده ان شاء الله اصيب لكم برضو الرابط بتاعه اسفل الفيديو تقدر تروح تشوف ايه الحاجات اللي هنستخدمها في الامر ده وايه اللي هتتشال من داخل الامر اللي احنا نستخدمه ده زي متشايفين حاجات كتيرة موجودة هنا في الوصف بتاع الامر فاحنا رأخد الامر بتاعنا كده هروح نعمل له هنا كده كوبي وهروح على حاجة او على ستارت هنا الاول كليك ايمين عليه كده كليك ايمين وهروح على حاجة اسمها الويندوز باور شيل هروح نضغط عليها كده على الادمن ونضغط عليها بالشكل ده هنضغط هنا على كلمة يس عشان يفتح معنا وبمجرد ما رحنا على الباور شيل كده وضغطنا كليك ايمين بس كده هينسخ معنا الامر اللي احنا اخدناه دلوقتي بمجرد ما نسخنا الامر كده دلوقتي بتظهر معنا الصفحة دي حنا بنعملش حاجة حنا بننتظر بس السواني والصفحة بتظهر معنا تعالوا بقى نشوف ايه اللي موجود داخل الصفحة دي او داخل الامر ده اول حاجة دلوقتي عندنا هنا فوق حاجة اسمها الكست الاقتماعيز بلاك لست تجد تحكم في الحاجات اللي هتتشال من داخل الامر ده يعني الحاجات اللي احنا مش عايزينها هتتقبر الصفحة دي كده وهتشوف كده مجموعة من الادوات والخدمات والبرامج اللي بتيجي زي ما قدت لكم بتيجي مسبطة مسبقا او البلات وور بالاجاي مع الويندوز ومعظمنا مش بيستخدمها فهتقدر تحكم في الحاجات دي من هنا بازالة الامر او بازالة العلامة الجنبية عشان ما تتشالش وبعدين بتروح على حاجة هنا اسمها الريموف بلات وور او بتعمل حسف لكل دلوقتي فانا في حالة دلوقتي انا مش محتاج اي حاجة من دي مش بيستخدمها انا الويندوز ده او الجهاز ده اللي بستخدمه دلوقتي ده بتاع شغل بس مش محتاج اي حاجة اا تبطأ للجهاز بتاعي فباروح على كلمة طبعا انت لو عايز طبعا تتخصص الحاجات دي فطبعا هتروح على تعمل الاول وبعد كده تروح على اا بلات وور فانا اروح دلوقتي هاحزف كل البلات وورد دلوقتي مش محتاجها فاول ما بندوس كده بالشكل ده ازل ما شفته كده بيكتدي ان هو يعمل لي حسف للبلات وورد دلوقتي بتنتظر سواني لحد ما بيحزف كل حاجة بتبقى في الباك جراوند مش بنشوف حاجة خالص هو بيحزف كل حاجة منه لنفسه كده وهنتظر سواني وبعدين بيقولك ان هو تم الامر بعد الانتهاء طبعا من عمل الامر طبعا هياخد شوية وقت لحد ما بينتهي طبعا تم تغيير او تم في بعض الحاجات اللي اتغيرت في الونوز عندي دلوقتي في حاجات اتشالت من الشريط اللي تحت ده زي البيبل لو روحنا على حاجة زي الستارت دلوقتي هلاقي طبعا ان هو طبعا في حاجة كتير اتغيرت زي ما تشافين كان شكلها قبل ايه قبل الامر في حاجات شالهالي حتى الامر اللي هو بتاع التايلز فرستارت مينيو اه الشالت اللي هي طبعا اللي هي البلطات او المربعات اللي بتبقى موجودة في الستارت مينيو الشالت هو اتعملت في الامر هنا حتى موجودة هنا عندي ان هو شالها اه في حاجات زي الاوامر اللي هينا مثلا حاجة زي تعطيل دي كورطونا كورطونا دي المساعد الصوتي اللي هو بيبقى موجود في الوندوز هو عمل اللي ہیں تعطيليها في منج ولكن او المتصفح البانجو لكن ممكن تعمل قمان اه تعطيل هنا تقول له ان تخت��놓 مينيو من كورطونا، محدش بيستخدم الكورطونا او المساعد الصوتي ده خالص يعني فهنعمله تعطيل كمان في حاجة زي الان انسطول اوندرايف محدش برضو بيستخدم في lacquerيز ازاله لنبدأ من هنا بتعمل الازالة بتستنى شواء لحد ما بيخلص او مكتوب هنا بليس وايت او بليس وايت لحد ما يخلص اا عملية الازالة. في كمان عندنا حاجة زي او الوضع المظلم احنا كلينا قبل كده برضه ازا تدفع الدارك مود ده في الويندوز وتخصصه اذا ما انت عايز برضو ان شاء الله اا في قائمة تشغيل خاصة بويندوز اتمنى تبقى تشوف قائمة التشغيل الخاصة بويندوزتين فيها حاجات ان شاء الله هتعجبكم. اا كمان في حاجة عندنا اخيرة هنا ان انا ممكن ارجع طبعا كل الاعدادات دي او معظم الاعدادات دي خلال الضغط على الامر ده. حاجة كمان قبل من اا نروع الخطوة اللي بعد كده زي ما نشايفين ها بيتم عملية. كمان دلوقتي في اللحظة دي اشتغلت عندي حاجة اللي هو الوضع ده اللي هو النايت لايت اشتغل دلوقتي الالوان اللي اتغيرت ولكن طبعا اا مش هيبان عندكم في التصوير فطبعا انا بحبت ان انا نوح الحتة دي عشان ممكن تتغير في اا شكل الاضاء عندك فهتروح تشغلها من النايت لايت هدا. طيب دي كانت الخطوات دي او الاساسية في ال配 OUR ou ام امر ازالة اللي هو البرامج اللي اللي بتيجي مسابتة مسبقا. كنا انت هنا من كل حاجة في الخطوة دي في حاجة مهمة كمان اا لازم ابلقكم بيها او نوعكم بيها ياريت قبل ما تعمل اى خطوة او اي تعديل في بتاعك تروح تكون مأكد ان انت مشغل حاجة اسمها الريستورت بوينت او الريستور بوينت دي اللي هي نقطة استعادة الخاصة بالويندوز بحيث لو انت في اي حاجة عملتها واي اعداد ما عجبكش داخل الويندوز بتروح تعمل استعادة لريستور بوينتي تاني وطبعا احنا كنا كلمنا عن بوضوع برضو الريستور بوينت ده بالتفصيل ازاي تعمل النقطة الاستعادة وازاي ترجع تاني فيها في حالة لو عملت اي اعداد داخل ويندوز 10 وما عجبكش تقدر تستعيد طبعا كل حاجة زي في الويندوز زي ما كانت قبل ما تعمل الاعداد ده طبعا برضو كل حاجة ان شاء الله تلاقي في قائمة التشغيل الخاصة بويندوز 10 او من خلال الاي اللي تصارفو دلوقتي هنا طب عشان ما تقولش عليكم احنا كده خلصنا اول خطوة خلصنا كل حاجة في الاوامر دي ما فضلش هنا عندنا حاجة غير الـ dark mode طبعا الـ dark mode مش عافي تكلمنا على او لا انا اتكلمت كتير اصلا في حاجة طبعا الـ install.net ده برضو ممكن تعملها install او لا ده برنامج زي او الـ net from work تقدر تعمل له install من هنا اه وكده خلصنا اول خطوة نروح بقى على تاني خطوة وهي اه نروح لها من خلال الـ msconfig او امر الـ msconfig من الـ run فنروح ندوس على زرار الويندوز زائد حرف الـ R من الكوبورد بيفتح معنا اه المربع الـ run او امر الـ run بنكتب فيه msconfig طبعا ان شاء الله الامر برضو ده هكتب لكم او سابلكم موجود اسفل الفيديو بتروح تضغط عليه اوكي بالشكل ده بتفتح معنا القايمة دي بنروح هنا على اه مش هنعمل في اي حاجة بنروح على services على طول اه ومن services هنا بنعمل اخفاء لكل الخدمات الخاصة بماكروسوفت او هيد الماكروسوفت services بنضغط عليها بالشكل ده بيفضل معنا الخدمات الخاصة بالبرامج اللي احنا بنسبتها فقط فهنا بنروح نعمل لها تعطيل الكل بنعمل هنا disable all وبنعطل كل البرامج دي دي كانت تاني خطوة الخطوة التانية وهي البرامج اللي بتشتغل مع بداية الويندوز وطبعا احنا برضو كلامنا كتير قوي عن البرامج اللي بتشتغل مع بداية الويندوز البرامج دي مهمة جدا ان احنا نعرف اللي بيشتغل مع بداية الويندوز لانه بيعمل بط في تشغيل الويندوز وكمان في وضع البوت او الستارت بوت او لما الجهاز بتاعنا بيفتح. فبنروح هنا على من نفس القايمة هنا بنروح على حاجة اسماء ستارت اوب وبنقول له هنا اه تاسك منجر بنفتح معنا تاسك منجر بالشكل ده او ممكن برضو من خلال اه تقف على الشريط للصفل تحت ده وكليك كايمين عليه وتقول له ايفتح التاسك منجر. برضو اه كل الطريقين بيقدوا الى التاسك منجر. اه بنروح من هنا في قايمة الستارت اوب دوتي عندنا مجموعة البرامج اللي بتشتغل مع بداية الويندوز. فكل برنامج موجود وجنب منه الحالة بتاعته وكمان اه بيستهلك قد اي دلوقتي من اه موارد الجهاز. فلو رحنا عند حاجة زي ده اللي كان لنا برضو عنه ان تقدر تتحكم في الانترنت داخل الويندوز بتاعك من خلال اه لو رحنا عنده كده هو بيستهلك حاجة او بيستهلك ميديوم اه او الاستهلاك بتاعه منخفض. مش منخفض ده هو كده متوسط. لو يعني منخفض اه يعني متوسط. فلو رحنا عنده كده وروحنا عايزين نعمل له تعطيل. فبنروح كليك كايمين عليه كده بنقول له فهو عطل كده البرنامج ده مش هيشتغل مع بداية الويندوز تاني. ونفس الكلام لكل البرامج اللي انتو شايفينها معانا دي كده اي برنامج من دول بيبقى منجود الحالة بتاعته هو من خلال هنا. وبيقول لك هو بيستهلك قد ايه من الجهاز بتاعك. فلو كل جهاز فيه حاجة كده تعرف مثلا زي الويندوز بيستهلك اقل لو او بيستهلكوا منخفض. فده طبعا نسيبونه ده خاص بالحماية ونقدرش نعطله اصلا. فكده نكون خلصنا التلات خطوات بتوعنا. ان احنا دلوقتي او البرامج المثبتة مسبقا داخل الويندوز مش بنستخدمها. بالاضافة للخدمات الخاصة بالويندوز طبعا عطلناها. وكمان عملنا التعطيل لكل البرامج اللي بتشتغل في بداية الويندوز او الستارت اوب. البرامج دي مهمة جدا ولازم تتأكد دايما من البرامج اللي بتشتغل مع بداية الويندوز. خلصنا كده تلات خطوات. فاضل حاجة واحدة بس كده ان انا اروح اضغط على طبعا اقفل دي كده بعد كده اضغط على اوكي. فانا بيقول لك لازم تعمل ريستارت الجهاز بتاعك عشان تطبق كل الخطوات اللي حصلت ديت. وطبعا انا الوقتي هتطبق بس بعدين اكست وزاوت ريستارت مش هعمل ريستارت دلوقتي. عشان كده احنا كده خلصنا حلقتنا النهاردة اللي اتمنى اكونوا يا رب استفدتم منها. وطبعا اتمنى ما تنساش تشوف قائمة التشغيل الخاصة بويندوز تين ان شاء الله فيها حاجات اتعجبكم جدا. وطبعا كلها مشاكل خاصة بويندوز تين او زيارة تحسين اداء ويندوز تين. وان كان يكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى يا رب زي ما تقولكم تكونوا استفدتم منها. اتمنى لو استفدت منساش تتغطي لايك على الفيديو. وطبعا يا ريت لو اول مرة تشوف القناتي ما طبعا نساش الاشتراك. ويا ريت تطبعونا على صفحة الفيسبوك وتويتر. طبعا في مواضيع بننشرها على المدونة بتاعتنا. ومش كل المواضيع اللي بننشرها بنعمل بها حلقات. فبمتابعتك للفيسبوك او تويتر. فهتعرف طبعا كل جديد لنا على الموقع بتاعنا. شكرا لكم المتابعة. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.